أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعى مرسمين السلطانيين الساميين فيما يأتي نصاهما بسم الله الرحمن الرحيم مرسم سلطاني رقم ثمانين على الفين وثلاثة وعشرين في شأن الإعفاء من الضرائب نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى يتولى وزير المالية اختصاص الإعفاء من الضرائب أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية المادة الثانية يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1445 هجرية الموافق للتاسع من نوفمبر سنة 2023 ميلادية مرسوم سلطاني رقم واحد وثمانين على الفين وثلاثة وعشرين بتعيني سفراء غير مقيمين نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بمهوآت المادة الأولى يعين بدر بن محمد بن بدر المنذري سفيرنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى إيرلندا وجمهورية الجبل الأسود مونتينيغرو وجمهورية إستونيا وجمهورية ليتوانيا وجمهورية لاتفيا المادة الثانية يعين سمو السيد نيزار بن الجولندا بن ماجد السعيد سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية مالطا وجمهورية اليونان والبوسنا والهرسك وجمهورية ألبانيا ورومانيا وجمهورية سان مارينو المادة الثالثة تعين ميثاء بن تسيف بن ماجد المحروقية سفيرتنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية لتكون سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة غير مقيمة لدى مملكة السويد ومملكة النرويج ومملكة الدنمارك وجمهورية بولندا وجمهورية فنلندا المادة الرابعة يعين طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي سفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية الأرجنتين وجمهورية الباراغواي وجمهورية البيرو ودولة بوليفيا متعددة القوميات وجمهورية تشيلي المادة الخامسة يعين محمود بن حمد بن ناصر الحسني سفيرنا لدى الاتحاد السويسري ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى إمارة لغتنشتاين ودولة حاضرة الفاتيكان الكرسي الرسولي المادة السادسة يعين حمود بن سالم بن عبدالله ألتويا سفيرنا لدى جمهورية روسيا الاتحادية ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية بيلاروسيا المادة السابعة يعين عمر بن سعيد بن عمر الكثيري سفيرنا لدى مملكة إسبانيا ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى إمارة أندورا المادة الثامنة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1445 هجرية الموافق للتاسع من نوفمبر سنة 2023 ميلادية ترجمة نانسي قنقر